وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تبدي قلقها من مخاطر تفاقم الوضع الأمني في وسط ماله والذي تسبب وفقها في مغادرة ثلاثة آلاف شخص البلاد لاجئين إلى بوركنافاسو محذرة من تضاعف العدد خلال الأسابيع القادمة جراء تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد التي تستعد لتنظيم انتخابات رئاسية شهر يوليو القادم وقال المتحدث باسم الوكالة ويليام سبيندر خلال مؤتمر صحفي بجنيف إن الوضع قد يدفع باتجاه موجات نزوح جديدة ومزيد من الاحتياجات الإنسانية جراء تصاعد ما سماه العنف المتطرف والصراع البيني الداخلي ويوجد 24 ألف لاجئ مالي بوركنافاسو لجأوا إليها جراء العنف الذي شهدته البلاد عام 2012 حيث سقط شمالها على أيدي الجماعات المسلحة وهو السقوط الذي تسبب في لجوء عشرات آلاف المواطنين الماليين إلى بلدان الجوار وبينها موريتانيا حيث تحتضن 53.512 لاجئا يقيمون بمخيم بر الواقع جنوب شرقي البلاد وقد عاد ستة آلاف لاجئ مالي بموريتانيا إلى مدنهم في الشمال والوسط عام 2016 فيما استقبلت البلاد خلال شهر فبراير الماضي نحو 1200 لاجئ جديد وقد أعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن حاجتها لأكثر من 20 مليون دولار خلال العام 2018 من أجل توفير المساعدات للاجئين الماليين بموريتانيا وحدها وهو المبلغ الذي قد يتضاعف إذا ما أخذ في الحسبان عشرات آلاف اللاجئين في باقي الدول المجاورة لماليه